السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المساحة واحد واتهزة مساحية اثنين ان شاء الله في سانة تانية بأمر اله لقل هاتاخد مساحه الاول مرة بتتعلم what Düts versa لو تفهم ايه مساحه هبدأ مع اك ان شاء الله حدرتك لو تعمقت في المساحه ايه مساحة المساحة هو حدرتك هي اي مشاهدك جياز يعني مساحة مساحة يعني جياز طيب المساحة كتعريف هنقول بقى تعريف المساحة هو علم طبعا وليه يعني علم قلنا لحضرتك ان هو علم يرتبط بجميع العلوم عنده ارتباط بجميع العلوم يعني حضرتك كده اسأل نفسك سؤال ايه العلم اللي بيرتبط بعلم المساحة ها فكرت علم رياضيات اه تمام على سبيل المسال علم رياضيات بيرتبط بعلم المساحة ان علم المساحة كله مسائل فمعنى ذلك انه بقول لحضرتك لا ده انت ما ينفعش تدخل مساحة عشان تقول له مسائل والكلام ده كله لا حضرتك مش هتشغل غير التاكوليتر الالة لكن حضرتك مش هتستعمل غير الخطوات فقط واتطبق صح هتطلع النتيجة صح ان شاء الله طبعا في رياضيات هي كلها مسائل زائد ناجز طرح جسمة وجزور لغراتمية كل الكلام ده بيتعامل بشكل بسط على الالة الكلام ده كممكن تعمله زمان بايدك لكن دلوقته كله بيتعامل على الكالكوليتر فده ما يخص علم رياضيات وارتباطه بعلم المساحة انه هو مرتبط بالارقام والحسابات اللي بتتحسب ده علم رياضيات طب حضرتك ممكن اقول ارتباط علم الجغرافيا رابع عليك الجغرافيا ارتباطها بعلم المساحة المساحة يعني جغرافيا والجغرافيا يعني خريطة والخريطة عبارة عن مساحات عبارة عن مسافات عبارة عن اطوال فده يعتبر ان علم المساحة هو مرتبط بالجغرافيا او علم الجغرافيا انه هو جزء لا يجزأ من علم الجغرافيا المساحة هي هي الجغرافيا يعني جهاز فالخريطة حضرتك لما تيجي تشوف الصنطي او الملي اللي موجود على خريطة بيمثل كام على الطبيعة هي دي علم المساحة ان شاء الله بتاخدها في محاضرة كاملة معانا في امر الله ده ارتباطه بعلم الجغرافيا طب ارتباطه بالجغرافيا مثلا يعني هي الجغرافيا طباجات الارض صح ولا غلط طباجات الارض هنا علم المساحة بيهتم بدراسة المسافات بين طباجات الارض لكن الجغرافيا هي بتهتم بطباجات الارض نفسها والاناليسيز التحاليل بتاعتها لكن انا في علم المساحة بيهتم بجياس جياسات فقط لغير طيب تمام حضرتك تقدر تقول ان اي حاجة فيها جياس انت حضرتك بتستخدمها في علم المساحة حضرتك لو تعبت في يوم من الايام وروحت عند الدكتور والدكتور جال لك اه ده انت معاك ممكن حصوة كده على جنبك او حصوة معينة في الحالب او في علكلة والكلام ده فبيبدأ اجسها لك شفت علم المساحة تطور ان هو دخل في علم الطب علم المساحة بيبدأ اجسها يقول لك ده اه ده الحصوية دي الحصوة اللي عندك طولها سنتي في عرض خمسة ملي يعني نص سنتي يعني تبدأ خمسة دخل ازاي وجاس الكلام ده هو ده التطور بتاع علم المساحة طيب بعد كده حضرتك فيه كمان اه تطور او ان علم المساحة مرتبط بجميع العلوم حضرتك كده اختار علم وان شاء الله نستنى تعليجاتكم ان شاء الله في الساعة اللي احنا هنحددها بإذن الله نستنى تعليجاتكم وانا هجاوب على ارتباط علم المساحة بالعلم اللي حضرتك هتختاره عشان نتواصل مع بعض طيب حضرتك دلوقتي اه يعني ايه علم المساحة خلي بال حضرتك معي هو علم وقلنا ليه علم يعني مرتبط بجميع العلوم علم او فن يهتم بقياس مظاهر سطح الارض سواء كانت المظاهر طبعية او بشرية وتمثلها على لوح او خرائط بمقياس رسم معين يعني ايه الكلام ده قلت لحضرتك انه هو علم عشان هو مرتبط بجميع العلوم فن حضرتك وانت شغال في المساحة لازم يكون عندك ابتكار كل شوية فيه ابتكار كل شوية بتطلع ممكن تجيز بطريقة وزميلك يجيز بطريقة تانية ممكن حضرتك تجيز بحاجة معينة شكل معين وهو يجيز بشكل معين تاني ده اللي بنتعلمه في علم المساحة انه هو علم او فن يهتم حضرتك ممكن عندك هواية ان انت بتهتم بلعب الكورة هنا بجاء المساحة هو كل اهتمامها بيصب ان هي جياس بتهتم بقياس مظاهر يعني ايه مظاهر مظاهر اي حاجة موجودة على مستوى سطح الارض هو مظهر من مظاهر سطح الارض سواء كانت المظاهر دي طبعي اي حاجة طرق كباري اه جبال وديان انهار بحار محيطات وهكذا كل المظاهر دي هي بالنسبة لنا احنا بنجزها او بنعمل لها عملية القياس او القياس المسافات طيب هنا سواء كانت المظاهر دي طبعية او بشرية المظاهر الطبعية زي مثلا ايه زي الانهار انهار ايه حضرتك عرفت ازاي طول نهر النيل جسته صح ولا غلط يبقى انت استخدمت المساحة صح طيب حضرتك تعرف اعلى قمة جبل في العالم هي ايه قمة افرست صح ولا غلط طبعا حضرتك عارف ان هم جاسوها خدوها كده بالوايم كده خلاص دي كزا دا كزا لا جاسوها يبقى فيه علم مساحة تدخل في الكلام ده جاس المظاهر الطبعية تمام فيه كمال المظاهر البشرية طبعا زي الطرق زي الكباري زي الانشئات زي الخزانات زي السدود تمام زي الاعمال جميع الاعمال الهندسية التشييد والبناء كل ده بيدخل فيه علم المساحة ويكاد لا يخلو اي مشروع هندسي من علم المساحة طبعا تمثيلها على لوح حضرتك عايز تعرف جد ايه على الطبيعة بيمثل جد ايه على الخريطة حضرتك لما بتنزل اول مرة علشان ترفع حتة او ترفع مجاس فانت بتاخد الطول ده وبتجيسه بالشريط بعد كده بعد ما بتجيسه بالشريط طول فبتكتب تضلع ده طول وكذا العرض ضلع طول وكذا الطول الثاني طول وكذا والعرض طول وكذا بتكتبه على ورجة يعني بتعمل الكلام ده على كروكي الكروكي ده انت ممكن تكون عمله كده بدون اي مقياس رسمي لكن لما ديه ترسمه على برنامج زي الكاد مسلا بطلعه بمقياس رسمي معين يعني بتجول 1 الى 50 يعني معناته كل واحد متر بيمثل مثلا خمسين متر على الطبيعة وهكذا طيب ده تعريف علم المساحة علم المساحة اهميته في حياتنا ايه يكاد لا يخلو اي مشروع او اي شغل موجود اي مشروع هندسي يتعلق بالهندسة او بالامارة او بالتخطيط تخطيط المودن ايو تخطيط المودن حضرتك عارف دلوقتي في العاصمة الادارية الجديدة في تخطيط مودن كتير فمهندس التخطيط بيبدأ يخطط ولكن مين اللي بينفذ بالتأكيد حضرتك اللي هو انت المساح فالتخطيط لا يخلو او علم الهندسة عمتا او المشاريع العملاقة لا تخلو تكاد لا تخلو من استخدام المساح طبعا احنا دلوقتي عرفنا التعريف ناخد لمحة وعرفنا دلوقتي اهمية المساحة هناخد لمحة تاريخية على علم المساحة حضرتك عارف ان علم المساحة تطور لحد ما وصل لك دلوقتي انك تقدر تجيسه انت جعت في بيتك تجيسه انت جعت في بيتك ايو طيب حضرتك علم المساحة اتطور كان اول ناس اشتغلوا بعلم المساحة اوما القدماء المصريين وبعدهم كان اليونانيين والاغريق اشتغلوا بالكلام ده طيب حضرتك المصريين اشتغلوا في علم المساحة كانوا بيستخدموا حاجة اللي هي الحبال الحبال اللي هي من الليف يشدوا من هنا لهنا عشان يعرفوا القيمة دي كام طبعا كانت عندهم متر فبيبدأ كانوا بيجيسوا بحية اسمها الزراع الزراع ده كان بيوايمون كده أو عملوا ستندر أو ريفرنس حاجة مرجع ليهم اللي هو الحبل ده وكانوا مهندسين المساحة في الوقت ده بيسموهم شاد الحبال وكانوا بيجيسوا حوالين نهر النيل أو واد النيل عشان يجمعوا ويقولوا احنا عندنا هنا كام وحدة مزروعة ويبدأ يجمع عليها الدرايب ده اللي كان بتأمل عند قدماء المصريين تطور الأمر طبعا حضرتك تعرف ان قدماء المصريين كانوا مبارعين في مجال المساحة والفلك مع بعض لذلك اتجاهات الهارمات لحد الوقت هي هي الاتجاهات الصحيحة يعني الهارم بيشير في الاتجاه الشمال والشرج والجنوب والغرب كل الاتجاهات الصحيحة 100% وده كان نتيجة تطور علم المساحة والهندسة المعمرية ان وقت الكلام ده انا زاك طيب بعد كده تطور الأمر ان حضرتك بعد كده بدأوا يستخدموا حيا اسمها آلة اسمها الديكومتور عبارة عن حديدة هنا وحديدة هنا وبيشدوا بينهم خيط وبيبدأوا يويموا ما بينه تطور الأمر بقى فيها حيا اسمها الجنزير الجنزير ده عبارة عن سلسلة مع بعضيها بيبدأ يجيز به تطور الأمر تم اختراع الشريط والشريط ده كان في العصور الوسطى تم اختراعه في فرنسا في بعد الصورة الفرنسية في العصور الوسطى تم اختراع الكلام ده وبدأ يعمل استندر أو حاجة ثابتة عنده او حيا فكست ثابتة يبدأ يشتغل منها وياخد منها الطول والعرض ويجيز بها مسافات وكان هو اختراع المتر وتم بعد كده ترقيته بعد كده تم ترقيته في خلال أجهزة هشرحها لحضرتك تم بعد كده قياس أو تطور علم المساحة الى ان وصل للمساحة بالبصلة البصلة ينزل يقول لك انا على بعد مسافة كذا من الاتجاه كذا الجنوب الشرجي او الشمال الشرجي وخمس دجاج او عشر دجاج بيضرب الكلام ده بيطلع لك مسافة هو فين بالضبط وموقعه واحداثياته ده الكلام ده تم وممكن حضرتك تشوفه في أفلام مصائقية كتير تمام؟ ده بالنسبة لتطور علم المساحة تطور علم المساحة ان حضرتك ممكن بعد كده بتجيز زوايا واتجاهات بجهاز اسمه بربع عليك اتدوليت تمام؟ بعد كده تطور الامور بجع عند حضرتك حاجة بتجيز ارتفاعات والخفاضات وهو جهاز النزال بعد كده تطور الامر ان عندك حاجة بتجيز كل الحاجات دي مرة واحدة بتجيز ارتفاعات بتجيز انخفاضات بتجيز مسافات افقية مسافات رأسية مسافات مائلة بتجيز زوايا افقية زوايا رياصية زوايا مائلة وبتجيز مساحات وبتجيز احجام وبتبدأ تشتغل على احداثيات كوردينيت كوردينيت يعني احداثيات بتشتغل على الكلام ده كله وبتحدد موقعك ده بالنسبة للمحطة الشاملة او التوتال ستيشن بعد كده تطور الامر ان حضرتك في حاجة اسمه ال جي بي اس ستيشن ده بيبدأ يشتغل برضو على نفس الكلام بيجيز بيرفع بيوقع كل الكلام ده موجود تطور الامر ان حضرتك ممكن تشتغل بجي اي اس برامج ارك جي اس ارك ماب ارداس كل الكلام ده ممكن تجيز وتعمل اناليسيز تحليلات او تحليل بتحلل المظاهر اللي موجودة عندك على سطح الارض من خلال البرامج دي وبعد كده تبدأ تطلعها في صورة نتائج لمتخذي القرار ده بالنسبة للجي اي اس او حتى كمان عند حضرتك برامج زي جوجل ارس ممكن تجيز وانت جاعت في بيتك وتطلع مساحة تطلع احداثيات وهكذا تطور الامر ان المساحة دخلت في كل حاجة في كل المدالات دخلت فيها المساحة بعد كده هنتكلم عن اقسام علم المساحة اقسام علم المساحة زي ما احنا بنتكلم فيها بتتقسم حسب الطريقة المستخدمة فيه مساحة بي المسلسات فيه مساحة بي الميزان وهي دي اللي بسموها الميزانية فيه مساحة بي المضلعات وهي دي الترافرز وهكذا فيه مساحة كمان بالبصلة فيه مساحة بالتوتال ستيشن اللي هي المحطة الكاملة فيه مساحة بالجي بي اس فيه مساحة كمان كل الكلام ده حسب الطروج المستخدمة فيه بقى مساحة حسب استخدام الجهاز زي برضو ما بتكلم عليها زي التوتال ستيشن زي جي بي اس زي 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 كل البرامج دي اللي احنا تكلمنا عليها دلوقتي او كل الاجيزة دي اللي احنا تكلمنا عليها دلوقتي فيه كمان مساحة تم تقسيمها الى جزئين المساحة الحقلية المساحة الحقلية تم قسمتها الى مساحة مستوية ودي هي عبارة عن تحديد أي موقع أو أي نقطة على مستوى سطح الأرض مع إهمال قروية الأرض فاكر أنت 22 على 7 اللي هي 13% إحنا ما باستخدمها في المساحة المستوية بتهملها بتاخد كل حاجة إنها مستوية ما بتعملش إن فيه قروية للأرض دي المساحة المستوية المساحة الجيدوسية هي عبارة عن عبارة عن إيه تحديد أي نقطة على مستوى سطح الأرض بس مع الاعتبار أو الأغز في العلم أن هي إيه الأرض قروية فيه كمان المساحة المستوية دي بتنقسم لقسمين المساحة الكادسترالية اللي هي التفصيلية اللي هي بيكون فيها خرايط 1 لـ 50 ألف ودي خرايط فك الزمام أو 1 لـ 25 ألف اللي هي خرايط فك الزمام 1 لـ 50 ألف دي الملي بيمثل 50 متر على الطبيعة الملي في الخريطة بيمثل 50 متر على الطبيعة دي بالنسبة للخرايط الكادسترالية والخرايط التفصيلية أو بالنسبة لعلم المساحة المستوية وعلم المساحة الجيدوسية كمان عند حضرتك في تطور أو أقسام ألم المساحة زي المساحة الجوية المساحة الهيدوغريفية المساحة الفلكية طيب إزاي الكلام ده؟ المساحة الجوية حضرتك عبارة عن طائرات بتمشي تاخد موقع على سطح الأرض أو أي حتة موجودة على سطح الأرض بتبدأ تصورها وبتطلعها في شكل خرايط بمقيس رسم معينة كذلك دي بتهتم بقياس الأراضي على مستوى سطح الأرض فيه بجا المساحة الهيدوغريفية دي بتهتم بقياس أو مسارات تحديد المسارات في البحار وديه هيدوغريفية على المساحة البحرية فيه كمان المساحة الفلكية دي بتهتم بتحركات الأجرام السماوية وحضرتك عايز تعرف او بكرة رمضان او لا بيتم استخدام التوليسكوبات دي لها حسابات معينة وليها شغل معين في شغل المساحة ويبدأ تطلع لك حضرتك القمر ظهر ولا لسه وهكذا ده المساحة الفلكية وعلاقتها بالمساحة حضرتك كمان فيه علوم أخرى زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي معايا على الشاشة ده علم المساحة وده الكتاب بتاع حضرتك اللي حضرتك هتستلمه والإدارة تبعته لك سواء كان عن طريق ان هو بيبر ورق او بيدي اف وحضرتك هتستلمه ده تعريف علم المساحة وديه لمحة تاريخية عن علم المساحة ده جهاز الديكوبتر او الديوبتر فيه كمان أهمية تعلم المساحة أقسام علم المساحة زي ما قلت الحضرتك ده مساحة جيدوسية وزي ما شرحت الحضرتك دلوقتي وديه شبكة مسلسات جيدوسية وديه المساحة التوبغرافية اللي هي بتاخد ارتفاعات وانخفاضات وبتهتم بقياس الارتفاع توبغرافيا يعني تضريص يعني ارتفاع وانخفاض توبغرافيا يعني تضريص حية مرتفعة وحاجة منخفضة بعد كده المساحة التفصيلية وهي منها بنعمل خرايط وديه اللي هي الكادسترالية وديه مساحة زي ما حضرتك شايف دلوقتي جيدوسية والتوبغرافية والمساحة المستوية طبعا بتنقسم إلى مساحة توبغرافية التفصيلية وبنبدأ نجسمها تابعا لعدة وجوه منها التصنيف الأول تابعا للطبيعة المساحة الأرضية والملاحية والجوية والفلكية والتصنيف طبعا وراء ما وراء الهدف فيه مساحة أسارية فيه مساحة جيولوجية معدنية عسكرية كل الكلام ده بيستخدم فيه حاجة معينة المساحة المدنية طبعا اللي هي أعمال الرفع والتوقيع المساحة طبعا للطراج المستخدمة طبعا مساحة مسلسات مساحة مضلعات مساحة الميزانية طبعا لنوع الجهاز المستخدمة مساحة بالجنزير مساحة بالتدوليت مساحة البصلة المساحة التكيومترية اللي هي طبعا عبارة عن استخدام الحاجات الرقمية في المساحة المساحة باللوحة المستوية بعد كده دخلنا على المساحة التصويرية اللي هي المساحة الجوية المساحة بالمحطة الشاملة اللي هي التوتال استيشن المساحة بالأجهزة اللي هي جي بي اس وهكذا طبعا دي كل تصنفات علم المساحة واضحة عند حضرتك في الكتاب ودي تكلمنا عنها بعد كده بندخل على حاشتين أساسيتين في علم المساحة ألا وهم الرافع والتوقيع وده زي ما حضرتك دلوقتي شايف أن المساحة هي عبارة عن رفع وتوقيع يعني ايه رفع ويعني ايه توقيع كل الكلام ده طبعا بيوضح لحضرتك دلوقتي بالصوت أو بالصورة جدامك أن المساحة حتى المساحة التصويرية أو الجوية عبارة عن طائرة بتاخد لقطة معينة للمكان أي مكان ويه بزوم معين ويه بحاجات مطابقة للشيء اللي هي تاخد عنه قطعة أرض معينة فهي بتعمل زوم معين على المكان وبتبدأ تطلعه المساحة الهيدغرافية أو البحرية دي بتهتم بالمسارات زي ما حضرتك شايف كده قدامك بعد كده بندخل على أقسام العمل المساحي حضرتك بص كده هنا بيقول لك واحد وهو ماسك جهاز بيرفع من الطبيعة يعني بياخد كل التفاصيل الموجودة على الطبيعة يحطها على خريطة ده اسمه الرفع يعني بيرفع كل التفاصيل الموجودة في الأرض وبياخد بعد طبعا بعد عملية الرفع دي بتتم عملية اسمها عملية التصميم عملية التصميم دي بتجيلت في خريطة أو في شيت أو في لوحة بتبدأ تاخد حضرتك من اللوحة دي بتوقع على الطبيعة الصورة دي بتعبر عن الرفع والتوقيع بشكل مبسط حضرتك لما ديش تعمل في أعمال الرفع وأعمال القياسات بتشتغل في قياس مسافات طبعا بتبع عن طريق الشريط زي ما انت شايف مسافات رأسية طبعا حضرتك دلوقتي لما ديش تعمل على المسافات الرأسية المسافة الرأسية دي كده دي اسمها الرأسية المسافة الأفقية ودي اسمها مسافة مائلة تمام دي مسافات رأسية دي مسافات أفقية دي مسافات مائلة طبعا حضرتك برضو لو هتشتغل على زوايا وده بيبقى عن طريق التدوليت برضو بيبقى في زوايا رأسية وي زوايا مائلة وفي زوايا أفقية هنا أو هنا تمام ده بالنسبة لقياس الزوايا دي انواع القياسات فيه كمان منسيب المنسيب دي بيتم استخدام جهاز الميزان الميزان بياخد ارتفاعات من خفاضات هتقول ل يعني ده ما بيجيسي فعلا جهاز الميزان مش بيجيس جهاز الميزان بيبدأ ياخد حضرتك ده مرتفع وده منخفض عن ايه عن؟ البحر او مستوى سطح البحر ده ان شاء الله اللي انت هتاخده في المساحة المستوية هنا بعد كده عند حضرتك التوتالي ستيشن ده بيتم جياس مسافات افقية رأسية مائلة بيتم قياس زوايا افقية رأسية مائلة بيتم قياس مناسيب ارتفاعات انخفاضات بيتم قياس احداثيات وحجوم ومساحات ايوه التوتالي ستيشن بيعمل كل حاجة ده بالنسبة للتوتالي ستيشن وانواع القياسات اللي بيتم قياسها عن طريق التوتالي ستيشن وهكذا طيب بنبدأ بعد كده عند حضرتك بنبدأ ناخد انواع او وحدات القياس خلي بال حضرتك معايا هنا لما نيجي بنتكلم عن حضرتك لما تنزل اي حقل لابد يكون مع حضرتك عدة ادوات مساعدة ايه هي الادوات المساعدة حضرتك دلوقتي زي الشواخص ده اسمه شاخص اللي جدام حضرتك على الشمال ده برضو شاخص بس ده شاخص محتوط على حامل تمام ده انواع مختلفة من الشواخص استخدامها ازاي هقول لحضرتك دلوقتي استخدامها ازاي الشوك هي عبارة عن سيخ حديدي دي اللي جدام حضرتك ايه سيخ من الحديد الصلب حضرتك بيكون بقطر معين او طول معين حضرتك هقول لك استخدامه هيبقى في ايه اه كمان عند حضرتك اوتات الاوتات الخشبية زي ما انت شايف حضرتك اهي دي بتتدج عند اه الحاجات المسبتة في قطعة الارض او في المضلعات اللي انت هتجسها او في المسلسات كمان مع حضرتك في اوتات فلازية يعني ممكن تلاجي حتة حديدة برضو بتعملها كده كوتت فيه كمان خلط الشغول يعني بيتم استخدامه عشان حضرتك تاخد مسافة افقية كاملة فيه عند حضرتك كمان عملية اه القياس بتبدأ تجيز بيها عن طريق الشريط طبعا الشريط حضرتك اهو ده الشريط بالتيل او الكتاني فيه الشريط اللي هو الصاج او الفلازي اه طبعا هو الاحسن شريط منهم هو الشريط الفلازي مش الشريط الكتاني او اه البلاستيك لانه هو كده كده بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة لكن الشريط الفلازي هو لا يتمدد ولا ينكمش ولكن ليه عيب واحد بس انه هو بتكسر معك اه الشريط زي ما حضرتكوا عارفين ان هي بتكون عبارة عن خمسة متر او تلاتة متر ونص وفيه خمسة متر وفيه سبعة متر ونص وفيه خمسة وفيه عشرة وفيه خمستاشر فيه عشرين خمسة وعشرين فيه تلاتين فيه خمسين فيه متل متر وده اقصى اه طول الانطار فيه باجه حاجة اسمها عجلة القياس دي بتجيز معيك لحد عشرة كيلو بس لازم تمشي في طريق اه على طول استريت ما ينفعش تشتغل فيه طريق مائن العيوب والمميزات بتاع الشريط انا مش عايز حضرتك تركز عليها لان حضرتك بتركز عليها عشان خاطر حضرتك لما تكون عايز تشتري شريط كويس عشان تستعمله في عملية الجهاز لكن انا مش عايز في الامتحان ويقول لحضرتك عيوب الشريط الايه او مميزات الشريط دي ايه دي انواع الشرائط زي ما قدام حضرتك ومميزات والعيوب حضرتك جبل ما تنزل لازم يكون اقل شيء معاك ورجة او جلم او دفتر خاص بيك بتسجل فيه كل الاشياء اللي بتستخدمها حضرتك في حاجة اسمها التوجيه او التتليد يعني ايه توجيه او التتليد حضرتك دلوقتي معانا على شبيل المثال حد هيتم فرجه معانا هنا نقطة في الاول ونقطة في الاخر بابدأ حضرتك اجيب الشواخص اللي معايا او اتنين مساعدين ليا بيبدأ يجب هنا بشاخص وده يجب بشاخص وده يجب بشاخص ونبدأ نتلت على بعض بحيث ان احنا نكون على مسافة وحيدة ابدأ اقوله تبتعلى يمين شوية تبتعلى شمال بحيث ان انا جدامي ده اشوفه ومجدرش اشوف اللي بعيد عني انا ليه كلنا كده باجينا على خط واحد طيب واللي هناك يشوف اللي قدام وما يقدرش يشوف اللي قدامي انا ويشوفني انا ليه لانه خلاص كلنا على خط واحد ده اسمها عملية التتليد بتتم بالشواخص مستخدم الشواخص الاحمر اللي انت شوفتو دلوقت اللي هو احمر في ابيض او احمر في اسود في ابيض وهي كذا حضرتك برضو اتخلي بالحضرتك معايا دي كلها خطوات العمل بالشواخص او التتليد زي ما حضرتك شايف هو بيجف بيكون معايا حد واجف بيبدأ يوجه يحرك النقطة اي والنقطة بي بيبدأ يقوله تعالى يمين تعالى شمال لحد ما بيطلع الخط بشكل مستوي حضرتك في حاجة اسمها القياسات المباشرة طبعا دي قياس المسافات الوفقية وبتبدأ برضو عن طريقها بتجيس المسافة بالطول والعرض بعد كده حضرتك بنبدأ ناخد قياس المسافة على ارض مائلة ودي بيسمها المسافة المائلة طبعا المسافة المائلة والمسافة الوفقية طبعا جلنا ان المسافة المائلة او المسافة الوفقية عند حضرتك هنا المسافة الوفقية والمسافة المائلة والمسافة الرأسية تقدر تقول ده الف با جين هنبدأ نستخدم نظرية فساغورس وهي عبارة عن ألف باء تربيع تساوي باء جيم تربيع ناجس ولا زائد بربع ليك ناجس جيم ألف تربيع بتبدأ حضرتك تاخد دي طبعا المسافة الرأسية تمام بتبدأ تاخد المسافة الأفقية ناجس المسافة المائلة وبتطلع المسافة الرأسية كمان لو حضرتك عايز تبدل بين المسافات المسافة الرأسية والمسافة الأفقية بتبدأ تقول المسافة الأفقية تساوي اللي هي باء جيم تربيع بتساوي ألف باء تربيع زائد جيم ألف تربيع وبتطلع لك المسافة عن طريق القانون ده وهي نظرية فساغورس هو عبارة عن المسافة الأفقية أو المسافة الرأسية بتساوي المسافة المائلة ناجس المسافة الأفقية اللي هي جيم ألف تربيع ناجس باء جيم تربيع بيدي لك المسافة الرأسية بتاعت حضرتك عندنا القانون تاني اللي هو جاء الأفقية بمعلومية الزاوية معلومية الزاوية عند حضرتك مسافة مائلة بتضربها في جتة الزاوية اللي ما بين المسافتين مسافة الأفقية أو الرأسية ودي حضرتك هتاخد عنها فكرة دلوقتي المسافة الأفقية بتساوي المسافة المائلة في جتة الزاوية اللي ما بينهم وبتطلع عند حضرتك بالمتر الطولي هندخل بعد كده على أن انت حضرتك تبدأ تجيس أي قطعة أرض عند القياس أي قطعة أرض بيتم التالي حضرتك بتنزل بالأدوات المساعدة بتاعت حضرتك واللي هي عبارة عن عبارة عن أول حاجة أنا لما جاء جيس أول قطعة الأرض بتاعتي بابدأ أقول للناس اللي عندهم قطعة الأرض بيين لي الحديد اللي عندك بيبدأ يبين الحديد بتاع الأرض بتاعته بابدأ أحط على أول قياس بالنسبة لي وتد وبعد كده بابدأ أتحرك طبعا للمتر بتاعي لو كان 100 متر مثلا بعد المية بروح حاطة شوكة بعد المية التانية بحطي شوكة جسد الحتة دي طلعت حاجة صغيرة فيبدأ المساعدة المعاي اللم الشوك دي يبقى هو كده لم 2 شوكة بضربهم في مية يبقى 200 متر وأنا جيس تكام آخر حاجة مثلا 22 متر و22 سنتي يبقى 222 متر و22 سنتي ده الطول اللي من هنا اللي هو إيه؟ أو العرض اللي فوق طيب العرض اللي تحت برضو بنفس القصة أو الطول ده والطول ده ببدأ أحط شوك وامشي والمساعد اللي معايا بيلمها ورايا وبعرف أنا لميت كام شوكة في كل ضلع وببدأ أحسن يعني هنا أنا لميت مثلا 3 شوك يبقى 3 رميات 3 رميات في مية يبقى 300 مية بربع ليه؟ طيب هنا تحت لميت مثلا 4 رميات يبقى 4 رميات بـ 400 وهكذا في كل ضلع يبقى أنت جسد الضلع ده 222 و22 سنتي الضلع اللي هنا ده مثلا طلع 422 و25 سنتي الضلع اللي هنا طلع 322 و35 سنتي الضلع اللي هنا طلع 420 ونص وهكذا أنت بتجيس بالشوك وبتجيس بالأوتات تمام؟ عند حضرتك كمان أن حضرتك ممكن تستعمل السواخص في عملية التثليت لو أنت هتاخد حساب مسلسات لكن هنا عند حضرتك بتبدأ تجيش بالطريقة دي ودي الطريقة المتابعة في جهاز المسافات المباشرة بعد كده حضرتك في تمرين عند حضرتك في الكتاب صفحة 23 ستبدأ تحلو صفحة 33 ندخل على الفصل الثاني وهو عبارة عن أنزمة القياس والتحولات المستخدمة في الأعمال المساحية أنزمة القياس هي عبارة عن نظامين النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر